أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم اليوم سوف نتدرب على كتابة إملاء في اللغة الألمانية وهذا الإملاء هو مناسب لمستوى A1 و A2 فنبدأ هذا الإملاء هو عبارة عن قصيدة قصيرة القصيدة بعنوان schwierige Entscheidung ein Maulwurf und zwei Meisen beschlossen zu verreisen nach Salzburg oder Gießen nach Salzburg oder Gießen Punkt ob Sie dabei zu Fuß gehen sollen ob Sie dabei zu Fuß gehen sollen oder aber fliegen wollen oder aber fliegen wollen das müssen Sie noch beschließen Das müssen Sie noch beschließen سوف أعيد النص مرة أخرى Schwierige Entscheidung Schwierige Entscheidung يعني قرار صعب Schwierig يعني صعب و Entscheidung قرار ein Maulwurf ein Maulwurf وهو الحيوان الذي عيش في الأرض Zaltzburg oder Gießen nach Salzburg oder Gießen يعني 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 قرروا بأن يسافروا إلى Zaltzburg هي مدينة في النمسا أو Gießen وهي مدينة في ألمانيا يعني يعني لم يقرروا بعد ob Sie dabei zu Fuß gehen sollen ob Sie dabei zu Fuß gehen sollen يعني هل ينبغي عليهم أن يذهبوا مشيا على الأقدام oder aber fliegen wollen oder aber fliegen wollen أو أنهم يذهبون طيران Das müssen Sie noch beschließen Das müssen Sie noch beschließen يعني يجب عليهم اتخاذ القرار فطبعا الخلد يمشي على الأقدام والطائر يطير وهم يريدون أن يسافرون ولكن لا يعرفون هل نطير أم نمشي يعني هذه هي قصة القصيرة القصيرة وليس أن يسافرون وليس أن يسافرون وليس أن يسافرون أن يسافرون أن يسافرون أو أن يسافرون أن يسافرون أن يسافرون وليس أن يسافرون هذا كان درس اليوم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة